تغييرات سياسية منتظر هذا الثلاثاء في السياسة الأوكرانية إذ يتوقع أن يصوت البرلمان على قبول استقالة رئيس الوزراء أرسيني ياتسينيوك أو رفضها والمتوقع أن يصوت معظم النواب لأجل تخلي عن منصبه حينها سيصوت البرلمان لفائدة تشكيل حكومة جديدة برئاسة فلاديمير جروسمان أحد أقرب حلفاء رئيس البلاد ويقول محلل سياسي على حكومة جروسمان قبل كل شيء أن تركز عملها على تنمية الاقتصاد والسعي لتحقيق النمو الاقتصادي المسألة المهمة الثانية تتمثل في التركيز على السياسات الاجتماعية وفي هذه الحالة ينبغي على جروسمان أن يجد توازنا بين مطالب صندوق النقد الدولي والحاجة للاستقرار الاجتماعي ويبدي الأوكرانيون استياء كبيرا من سياسات حكومة ياتسينيوك فيما تعلق بالجانبين الاقتصادي والاجتماعي وتقول نائبة عن كتلة بوروشينكو البرلمانية ينبغي علينا أن نثير الحديث بشأن ما لم يتم إنجازه ولهذا السبب يشعر الناس بالاستياء إيزاء الحكومة لأن المجتمع هو الذي سيدفع ثمن بطء هذه الإصلاحات وبدون تطبيق تلك السياسات التي تم تبنيها في البرلمان فإننا لن نخرج من الدائرة المفرغة للفساد ورغم اعتماد ياتسينيوك شروط صندوق النقد الدولي التي أدت إلى تدهر المستوى المعيشي للأوكرانيين يقول رئيس الغرفة الأمريكية للتجارة في أوكرانيا أعتقد أن التركيز ينبغي أن يكون على عملية الإصلاح بمواصلة سياسات صندوق النقد الدولي والتركيز على الخوصصة لأن أوكرانيا أصولا يمكن أن تجلب لها استثمارات جديدة بمليارات الدولارات من جانبه يقول موفد يورو نيوز في كييف سيسرع هذا التغيير المحتمل لرئيس الوزراء من عمليات الإصلاح بطبيعة الحال ولكن ينبغي أن يتفادى أيضا فكرة مفادها أن التغيير وقع مقابل مصالح أخرى غير مشروطة Sergio Cantone, Euronews, كييف